اشتركوا في القناة ونشوف مين هو اللي بينافس في الممتاز بالصعود لدوري الأضواء والشهرة ولكن قبل ما نتكلم في الملف المهم ده عندنا الأول أخبار الدوري المصري اللي بندقها مع النادي الأهلي ومدير الفني بيتسو مسماني اللي كان أول لقاء لي وحقق أول فوز مع نادي ضد نادي المقولون العرب بيتسو مسماني فاز واحد سفر بهدف عمر السولية وطبعا النادي الأهلي كالعادة يتصدر الترتيب الدوري وحصل الدوري خلاص في النتيجة التانية أو اللقاء التاني لبيتسو مسماني مع النادي الأهلي هو لقاء نادي إنبي اللي من خلاله بسلاسية نشوف حتى الهدف مع بعض كده يحرز الهدف الأول والثاني مروان محسن وأحرز الهدف الثالث جونيور آي غاي زي ما احنا شايفين كده بعرضية من منتصف الملعب طويلة جدا عند مروان محسن مروان محسن استلام وتزديدة في المرمى والهدف الأول وفي الهدف الثاني من الجانب الشمال بتوصل ليه مروان محسن برضو أو عفوا ليه أهينا وليد سليمان لمروان ومروان بيستدد وبيحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي النادي الأهلي أنهى الشوت الأول بأداء أكثر من ممتاز ووسط غياب بإيتام لفريق إنبي بدأ الشوت الثاني إن هو برضو يسيطر على أجواء اللقاء وكذا هجمة وإداء ممتاز جدا وإحرز الهدف الثالث وهو وليد سليمان بعد تزديدة عفوا أحرز الهدف الثالث هو جونيور أجاييه بعد تزديدة مهمة جدا من أفشا ممكن نشوف الهدف الثالث كده مع بعض ده الهدف الثاني زي ما قلنا مروان محسن الهدف الثالث بقى كان من أفشا كده كالتزديدة وجونيور أجاييه إصابات النادي الأهلي كتير جدا وبطلع منها يعني كل مطش بنشوف إصابة جديدة ومختلفة يعني كان يغيب عن النادي الأهلي محمد محمود بإصابة في الرقبة وده التزديدة من أفشا وبيتباحها جونيور أجاييه وبيحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي لينتهي اللقاء 3-0 للنادي الأهلي على نادي أمبي في وسط غياب تم لنادي أمبي اللي بيحتلق المركز الخامس زي ما بنقول إصابات كتيرة جدا حتى شهدت أشهد اللقاء إصابة عبري بدرق عربي بدرق اللاعب الناشئ ليه النادي الأهلي وكان بيغيب عن النادي الأهلي محمد محمود محمد محمود هو كان بيغيب بمناسبة الإصابة بالرباط الصليبي الأمامي وكان قبله كان رباط صليبي خلفي محمد محمود للأسف يعني تجددت إصابته مرة تانية بغضروف في الرقبة عندنا برضو كيفين جونسون المدير الفني لبلاتينيوم جنوب أفريقي السابق استدعى بيتسو مسماني لتدريبه في النادي الأهلي جونسون قال المتصرحات مهمة جدا أنه فخور أنه هو بيلعب أنه هو هيكون في نادي القرن وبيسعد بتشريفه طبعا لبيتسو مسماني أنه هو دعا للاقب زي دابة جونسون كان لعب النادي الأهلي مع بلاتينيوم وفاز عليه 2-1 في جنوب أفريقيا كأول فريق جنوب أفريقيا فوز على النادي الأهلي وبعدها طبعا في الإياب كان أيام جوزيه في 2009 فاز النادي الأهلي بتلاتة واحد الصراحة تحس كده أن مهمة مسماني مع النادي الأهلي هي مهمة وطنية مبعوث فيها من جنوب أفريقيا للنادي الأهلي حتى شفنا تصريحات مهمة جدا لرئيس جنوب أفريقيا وبيقول فيها يعني بالتوفيق لمسماني وهنفتقده ولكن بنتمنى أنه هو يشرفنا في النادي الأكثر حصولا على البطولات في إفروتيا فمهمة كبيرة جدا على المسماني ننتقل بقى لنادي الزمالك الزمالك اللي لقوا اللي واجه سموحة في كأس مصري في دور الستاشر الزمالك كان بيواجه سموحة بغيادة باتشيكو طبعا زي ما احنا عارفين المطش التاني كانت مباراة مهمة جدا 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 أحرز هدف سموحة الأول هو أو أحرز أول أهداف اللي كان هو صراح محسن هنشوف الهدف مع بعض دلوقتي حالا صراح محسن أحرز الهدف الأول وبعدين الزمالك يعني جاب الهدف الثاني تعادل وبعدها صعد للوقت كسر طيب وزيزو قدر أنه يحصد الثلاث أو عفوا يعني يقدر أنه يحصد الهدف الثاني وفي كده يكون الزمالك يصعد إلى دور الثمانية من كأس مصر زي ما احنا شايفين ده هدف صراح محسن وبعدين ده الهدف الثاني للزمالك أو عفوا الأول للزمالك والثاني فيه اللقاء وهدف الزمالك الثاني وهو زيزو في الكسر طيب قدر أنه يصعد بالمباراة عندنا بقى مرتضى منصور أو قبل مرتضى منصور الزمالك بالأمس كان بيواجه دجلة في دور العام وقدر يعني دجلة أنه هو يقتنس نقطة وحيدة كده وإزا مالك يقع في فخ التعادل وعنده كده أزمة في المركز الثاني في اللي بعده عندنا مرتضى منصور اللي أوقفته اللجنة الأولمبية أربع سنوات مرتضى منصور بالترتيب معنا كده اللجنة الأولمبية أربع سنوات بعدها اعترض وأرسل لوزارة الشباب والرياضة ولو مجلس النواب اعتراضه لأنه طبعا مع حصانة برلمانية بعد الحصانة البرلمانية والاعتراض اللجنة الأولمبية أرسلت لجميع الاتحادات الرياضية في مصر بعد ما أرسلت لجميع الاتحادات الرياضية في مصر أنه مرتضى ويف أربع سنوات الاتحاد المصري بعت للاتحاد الإفريقي أنه هو المرتضى منصور ويف أربع سنوات وإمبارح مرسون منصور صرح إنه لو ما دفعش المئة ألف جنيه ودعنا على كلامة إحدى القرى إذا مالك هيوقف عن القيد المحلي وبالتالي القيد الإفريقي عندنا بقى خبر محزن جدا جدا وإحنا بقى بنعمل سيرش عن الممتاز بي لقينا خبر في الترقي الدرجة الثالثة بمحافظة دميات كان نادي الرؤوضة بيواجه نادي فارسكور أحرز نادي فارسكور والهدف الأول والهدف الثاني وكي طبيعة الحال يعني فرحة عريمة كده من اللاعبين والجماهير والمدير الفني فيعني حصل إيه المدير الفني الكابتن أكرم حليفة يعني للأسف بعد هو راجح كده للمنطقة الفنية أغمى عليه وقع على الأرض كان حاكم اللقاء محمد عادل الحاكم الدولي لعب اللقاء بدون عربية إصعافه زي ما احنا شايفين كده وهو مرمي على الأرض الكابتن أكرم للأسف ما قدرش إن هو يوصلوا بسرعة للمستشفى رأس البر وتوفاه الله في الطريق وكمان أكمل اللقاء الكابتن أحمد محمد عادل بدون عربية إصعافه شيء محزن جدا إنه تكون فيه مسابقة تابعة للاتحاد المصري ويكون يعني مفهاش السلامات الأولية للأمان معنا بقى دلوقتي مكالمة مهمة جدا مع الأستاذة إيمان عادل الصحفية الرياضية والمهتمة بيئة الممتاز بيئة لنشوف ونتعرف على أهم أحداث الممتاز بيئة اللي خلاص بيتتابعوا جميع مشجيع الرياضة في مصر عشان نعرف مين هو صاحب النصيب وصاحب الحظ اللي هيصعب ليه الدوري الأضواء والشهرة صباح الخير يا أستاذ إيمان صباح النور مبدئيا كده عايزين نعرف من حضرتك يعني نتائج الأمس اللي هي كانت فيه الممتاز بي لإن كان شايفين متابعة كبيرة جدا على السوشيال ميديا للنتائج دي وتحديدا لغزل المحلة طبعا فعايزين نعرف مع بعض كده النتائج وكان في المجموعة الكامل أولي الممتاز بيه مكتفاعل طبعا وفي جاولة الثالثة المجموعة الثالثة بتجمارة غزل المحلة فاز على بينا سنين ستر فاركو عاد الانتفارات وحقق الفوز على أبو إيه الفتاتيج جد واحد ست طبعا المنافسة منحصة دلوقتي بين الغزل وفاز طب الجولة الجاية يعني هتكون هي جولة الحسم والجولة الأخيرة ولا إيه؟ الجولة الجاية هي الجولة الأخيرة بالفعل المفروض غز المحلة يوجه الأوليمبي وفاركو هتكون قدية المحلة هوا الاثنين مطشين فريقين بيترعوا الهبوط وبيتحاولوا أن هم يبعدوا عن الهبوط فالفوز ضروري بالنسبة له توقعاتك للمجموعة الثالثة كده من اللي هيصعد؟ توقعاتك من اللي هيصعد من المجموعة الثالثة؟ يعني فاركو ولا غزل المحلة؟ هو غزل المحلة محتاج الفوز أو السعادة والفوز كفيل لوحده بيضيه نظرة نتيجة فاركو فاركو لازم يكسب مع انتظار هدية من الأوليمبي الأوليمبي شبيكو الأكبر السكندري طبعا فمستني منه هدية أنه هو يعطل غزل المحلة وبالنسبة للمجموعة الثانية يعني من اللي بينافس فيها ويعني فرص الصعود فيها ايه؟ مجموعة الكاهرة والقناة اللي صعود الحصد فيها بين سيراميكا والداخلية والبروجيت سيراميكا هو في المجموعة الأول طبعا هو دقرب للصعود ومحتاج ستة أربع نقص وتبقى جولتين في منهم جودة سلعة بكرة السفر سيراميكا محتاج أربع نقص للستة يعني تكفيل الصعود يعني يعني كده ممكن نقول انه هنشوف المجموعة الثالثة غزل المحلة وممكن بالنسبة كبيرة في المجموعة الثانية سيراميكا وبالنسبة للمجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى في سبيل طبعا البنك الأهلي والأنامونيوم وبني سلويب البنك الأهلي هو الأقرب يعني هو يتبقى له مضشين يتبقى له مضش واحد نساء الله مع البترول آسيوت يعني هو للمفروض المضش مستهد طبعا والبنك الأهلي لسه طاعد الموسم ذا للإسم الثاني يعني هو بس برضو الألمونيوم منافذ صعب وبنسويف برضو غيثة بسطورة طيب في أي قرار يتخذ بالنسبة للهبوط ولا لسه زي ما هو خمس فرقة هتهبط للكسم الثالث لا هو لسه زي ما إحنا ما فيش أي جديد بس إحنا منتظرين إما هيقلصوا عدد الهبوطين إحنا ثلاثة أو اثنين أو الثلاثة زي ما إحنا كمسة أو يجل الهبوط خالص يعني أكيد طبعا هنتابع مع حضرتك يا سيد إيمان في حالة يعني انتهاء البطولة ونشوف من اللي صعد وهنتابع مرة تانية مع حضرتك شكرا لك نرجع بقى كده لأخبار يعني إفريقيا وعندنا خبر مهم جدا وهو الدوري المغربي الدوري المغربي خلاص يتبقى ليه جولة واحدة بس وزي ما إحنا كده هنشوف دلوقتي معنا ترتيب الدوري المغربي الرجاء في المركز الأول يليه الوداد في المركز الثاني ونهضة بركان في المركز الثالث الرجاء في المركز الأول هيواجه في الجولة الجاية فريق الجيش الملكي والوداد هيواجه الفتح الرباطي ونهضة بركان هيواجه أولمبيك أسفي يعني بطولة بتنتهي مع الجولة الأخيرة حماس غير عادي زي ما إحنا قلنا كده الرجاء 57 الوداد 56 نهضة بركان 54 كل الفرق عندها فرصة لحصول البطولة عندنا برضو خبر أخير مؤمن زكريا يعني في نهاية إفريقيا كده مؤمن زكريا هو السفير لنهاية إفريقيا وهيحمل الكأس يعني قبل حصول الفريق البطل عليه كل تمنيات لمؤمن زكريا بالشفاء العاجل في نهاية إفريقيا وبالشفاء العاجل طبعا في نهاية إفريقيا نتمنى أيضا التوفيق للنادي الأهلي ونادي الزمالك إننا نشوف نهاية مصري خالص بكده أزي المشاهدين نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة ومن الفقرة الرياضية وكالعادة في آخر الأسبوع بتشوف الأخبار من منظور الشباب بنشكر طبعا إعداد الحلقة واللي ساعدنا حديدا في الفقرة الرياضية أيا خالد ويندوز وبنشكر برضو الإخراج والتصوير وكل فريق الإعداد تماما نشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله